44 مليون دولار آخر دفعة سددها العراق من مجموع 52 مليار دولار قيمة التعويضات للكويت عن حرب الخليج يقول مسؤولون عراقيون إن أغلاق هذا الملف سيفضي إلى رفع القيود التي تعيق القطاع المصرفي العراقي وتوسعه خارج البلاد صعوبة الحصول مصارفنا في الداخل على بنوق مراسلة للتعامل معها في موضوع الحوالات وموضوع فتح الاعتمادات والعلاقات المصرفية الدولية والآن بعد تزديد الدفعة الأخيرة سيستطيع الحقيقة العراق الاقتصاد العراقي والبنق المركزي العراقي من رسم خارطة طريق جديدة لإعادة العلاقات المصرفية الدولية إغلاق ملف تعويضات الكويت سيوفر وفق خبراء أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا للخزينة العراقية وهو ما دفع السلطات إلى إنشاء صندوق سيادي للدخار تلك الأموال للأجيال أو الإفادة منها خلال الأزمات والكوارث هذه المبالغ لو تم توجيها إلى الصندوق السيادية والصنادق الاستثمارية أو حتى الوزارات الخدمية بالتأكيد سوف تكون لها عكاسات جيدة على الوضع الاقتصادي في العراق لا ننسى يعني هذه النسبة قد تصل أحيانا في بعض الأشهر إلى ثلاثمائة أو ثلاثمائة وعشرين مليون دولار لو حسبنا هذا المبلغ شهريا من الممكن أن نشهد الكثير من المشاريع وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء فإنه لم يعد يترتب على العراقي أي تعويضات لأي دولة أخرى وأن خروج البلاد من البند السابع سيحسم بحلول مارس المقبل بعد خطوات دبلوماسية عراقية إضافة إلى الوفرة المالية التي تتجاوز ثلاثة مليارات دولار فإن حسم ملف تعويضات الكويت سيسهم في رفع القيود المفروضة على المصارف العراقية ويسهل اندماجها في النظام المالي العالمي راد المعموري تيارتي عربي بغداد